برحب كل طلبنا وطالباتنا طلاب الصف الخامس الفني الصناعي وحلقة جديدة من الأوائل ودرس جديد من دروس التحكم المنطقي المبرمج ومعنا دائما أستاذنا الكريم الأستاذ طاها خيرالة المعلم الخبير في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمتخصص في مادة التبريد والتكييف أهلا بحضرتك معنا درس جديد من دروس المادة هندرس النهاردة إن شاء الله مرجئات التشغيل ومرجئات الإيقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطلبات الصف الخامس تخصص سبري وتكييف في لقاء جديد إن شاء الله بأمر الله النهاردة مع مادة التحكم المنطقي المبرمج واللي هنستكمل فيها ما بدناها في الحلقات السابقة ولكن النهاردة مع باب جديد من أبواب المادة وهو باب الخاص بوحدات القياس أول جزئية النهاردة خاصة بوحدات القياس وهي المقصوبية النهاردة في مرجئات التشغيل ومرجئات الإيقاف خلال هذا الفصل المفروض هنتناول مجموعة من وحدات القياس هنبدأها بمؤقتات تأخير التشغيل ومؤقتات تأخير الإيقاف ثم هنطرق للعددات كاونترز ثم بعد كده المسجلات جستر وبعد كده هنبدأ نتكلم على الكمبراتورز المقارنات وبعد كده هنبدأ على منظم زون وقتتين ثم هننتهي بتشغيل وإيقافة وظيفة الفصل ده شيق والوحدات اللي فيه والتعاملات اللي فيه أجزاء مهمة جدا من الأجزاء اللي احنا بنستخدمها في أنظمة التحكم المنطقي المبرمج عشان كنا النهاردة ان شاء الله بأمر الله هنبدأ نتكلم فيه جزئية مهمة وأكثر استخداما وهي مؤقتات تأخير التشغيل ومؤقتات تأخير الإيقاف مؤقتات التأخير بشكل عام الهدف المنهى ايه؟ الهدف منها ان انا بتحكم فيه منظومة التحكم أو في عنص من عناصر المنشأة الهندسية بس وفق ترتيب معين بيتبع نظام زمني يعني انا النهاردة دلوقتي ممكن اتحكم ان نشغل وفص الحاجة بعد مرور عدد معين من نبضاتي بقى انت هنا بتستخدم كونتر عددات انما ممكن اشغل وفص الحاجة بعد مرور فترة زمنية محددة لبقى انا هنستخدم مؤقتات تأخير بس يا ترى بقى اثناء عملية التشغيل ولا اثناء عملية الفصل ده لا يتوقف عليه ان كنت هتستخدم مؤقتات تأخير التشغيل ولا مؤقتات تأخير إيقاف طيب يبقى انا النهاردة ببص على الغرض من منظومة التحكم وعلى اساس انا بستخدم الوحدة القياس المناسبة شغلنا النهاردة زي ما كلمنا مع بعض على مؤقتات تأخير التشغيل ومؤقتات تأخير من الإيقاف أنا النهاردة هنضرب مثل بسيط كده عشان نبدأ نفهم الموضوع في البداية ايه الفرق ما بين مؤقتات تأخير التشغيل ومؤقتات تأخير الايقاف مؤقتات تأخير التشغيل أنا محتاج أن أخر مثلا خلاص تشغيل عنصر معين من عناصر منشأة الهندسية فترة زمنية معينة محددة سلفا في البرنامج يعني أنا حددتها قبل كده في البرنامج رغم استمرار التأثير عليه بإشارة دخل يعني أنا النهاردة دلوقتي لو اتكيت على المفتاح تكيت على المفتاح هل الخارج المرتبط بيه اللي هي اللمبة بتقيد مباشرة ولا بتستنى فترة زمنية وبعد كده تشتغل لو كان منظوم التحكم بتطلب كده ان تستنى فترة زمنية وبعد كده تشتغل يبقى أنا هنا بأخر تشغيل طب لو أنا من الوقتي اتفضلت اللمبة او اتفضلت على المفتاح عشان أفصل مثلا اللمبة واللمبة لسه أيدة وبعد فترة فصلت اللمبة الوحدة يبقى أنت هنا بتتكلم على موقتات أو عملية تأخير ايه بس إعلقة الكلام ده بقى بشغلنا احنا في تبريد تكييف هنضرب مثال عندنا من مجال التخصص أنا عندي التلاجة مثلا نفرست وخاصة الاتلاجات المسرودة أو بمعنى صح التلاجات اللي فيها اوبشن مبرمج تمام التلاجات النفرست ديت المفروض أول ما بحط فيش تقربة أو بتاكي على مفتاح التشغيل التلاجة بتشتغل مين بيشتغل الضغط بيشتغل بس هل المروحة اللي موجودة في المباخر أو الموجودة في الفريزر بتشتغل مع تشغيل الضغط لا طبعا ليه لان انا مش معقولة اول ما شغلت الدايرة بتاعت اول ما شغلت التلاجة على طول مباشرة المباخر أو الفريزر برد أو سيع لا ده بياخد له مسلا دقيقة أو دقيقتين وبعد كده يبدأ ايه يبدأ عملية التبريد فما كانش لها لازمة ان اشغل المروح مباشرة فانا ممكن اخر تشغيل محرك مروحة المباخر مسلا دقيقتين من لحظة بدء تشغيل الضغط يبقى انا عملت هنا ايه عملت تأخير تشغيل وفرت في الطاقة اللازمة لتشغيل المروحة من ناحية وفي نفس الوقت انا شغلت المنظومة او قللت من فترة زمانية اللي بتشتغلها المروحة وحافظ على اللي هو العمر التشغيلي للمروحة طيب ده مثال بسيط لعملية تأخير الايه التشغيل وما لو قلت مثلا انا محتاج ان انا اخر الايقاف برضو نفس المثال يعني انا دلوقتي لو انا مثلا جيت السرومستات وصل لدرجة الحرارة المطلوبة داخل التلال وبعت اشارة لمحرك الضغط او المطور بتاعي ان يقف طيب يا طرى دلوقتي هل المباخر او الفريزر درجة حرارته مرتفعة ولا لسه بارد لا لسه بارد طيب ما انا استفاد بالبرودة واخر ايقاف محرك مروحة المباخر مثلا تلت دقايق او اربع دقايق بحيث يقوم بعملية دفع الهواء بشكل مستمر على ملفات المباخر وبالتالي يطلع لهواء بارد رغم ان انا واقف محرك مين للضغط عندي يبقى انا هنا عملت ايه عملت تأخير ايقاف يعني انا عايز ا اخر ايقاف محرك مروحة المباخر وياكم مثلا تلت دقايق من لحظة ايقاف محرك مين الضغط اذا عملية هنا تأخير التشغيل مرتبطة بعنصر توصيل وهو عنصر توصيل تشغيل وعملية تأخير ايقاف برضو مرتبطة بعنصر ايقاف اللي هو عنصر الداخل الموجود معايا طيب اذا دلوقتي لازم اكون فاهم الفكرة دي طيب سواء مرجئات التشغيل ولا مرجئات الايقاف مرجئ التشغيل او مرجئات الايقاف الموجودة عندنا واللي مشغالة من نوع اللي شغالين عليه في المادة السنانية ان شاء الله تمام بتجتمل على 32 مرجئ 32 ايه مرجئ وكلمة ارجاء في اللغة العربية تعني تأخير او تأجيل فانا بقول هنا تأخير تشغيل يبقى انا النهاردة عندي كام مؤقت تأخير تشغيل جوا الجهاز 32 مرجئ تشغيل طيب رمز البرمجي احنا برمز لهم برمز اللي هو عندي ہنا بجي كتبين خلاص او تي ار لما بكيه ققيمة التعليمات التي ار بيتبدأ بنعد احنا بنبدأ نعد من زيرو فبنبدأ من تي ار زيرو NO الحدي تي ار واحد وثلاتين ازا سواء كان مرجئ التشغيل او مرجئ الايقاف لو قال لي بيشتمل على كام واحدة هقول له 32 موحدة بتبدأ عدها من الطارقينت بتاعتها من كام من تي ار زيرو لحد تي ار كامً اتر واحد وثلاتين واحد وتلاتين رغم انهم اتنين وتلاتين بس انا بدء العد من اين من زيرو. تمام? طيب. ايه تاني? يا طالب بعد اما بيخلص الفترة الزمنية اللي بيتم التأخرها. هل بيحدث عملية توقف? ايوة. ازا هو كمان معا عملية هنا دخل يبقى دايما سواء مرج التشغيل ومرج اللي معنا هنا بيكون مخصص معا دخل مين? تمام? طيب. المرج ده هيشتغل لوحده ولا فيه حاجة هتنشطه? ازا في دخل بيعمله عملية التنشيط. دخل عملية التنشيط بيبقى عند الدخل اللي هو عندي بيسموه ست. دخل مين? ست. وده هنتوضح ان شاء الله وحنا بنتكلم دلوقتي في البرنامج هيكون وضع ايه? ولكن لازم يكون فيه دخل تشغيل. ازا انا المفتاح لازم ادي اشارة الدخل خلاص عشان يبدأ يعد الفترة الزمنية وبعد ما فترة زمنية يبدأ يوصل مسلا محرك الضغط ان يشتغل. يبقى انا عملت تأخير للضغط فترة زمنية ايه? معينة. طيب يبقى زمن دلوقتي انا عارف ان فيه تلين وتلاتين مرجع تشغيل. وعارف ان معاه خاصية دخل اللي هي دخل التوقف. تمام? وكمان دخل التشغيل اللي هو بيشغله اللي هو بنسميه عندي دخل الست. تمام? والرمز البرمجي بتاعه اسمه انما الخارج بقى الخارج هنا هنسميه يبقى انا النهاردة الخارج بتاعي بيحبقى يبقى يبقى اسمه بس يا طرى بقى هنا محتاج هنا ان انا وانا بدخل هنا او ابدأ اشغل الطايمر. لازم ازبطه لابقى لازم اديله الفترة الزمنية اللي هيقوم بتاخيرها. هل الفترة الزمنية المباشرة انا لو قلت عايز ا اخر دقيقتين بكتب دقيقتين بشكل مباشر? لا. احنا بنكتب هنا بالزمن التاخير بنكتب معامل التاخير في البرنامج. طب معامل التاخير ايه علاقته بزمن التشغيل? خلاص زي ما هنشوف مع بعض كده العلاقة ديت واللي بتتوضح معي في المرجع اللي معانا عبارة عن ايه? لو اللي بيقول لي دوائر التاخير اللي هي delay circuits دي بتستخدم مؤقتات تاخير التشغيل بسمها on delay timers وكذلك مؤقتات ارجاء الايقاف اللي بنسميها off delay timers خلاص لتنظيم عمل عناصر منشأة هندسية معينة بحيث بتتبع نظام التشغيل بيتوافق مع تتابع العمليات الصناعية المستدفة. بس طبقا ليه بقى? طبقا لبرنامج زمني محدد سلفا. يعني لازم اكون كاتب هنا الفترة الزمنية الموجودة عندي في البرنامج قبل كده. تمام? طيب احنا قلنا انواع مرجعات بتاعتي او مرجعات تاخير في مرجعات تشغيل مرجعات ايقاف او بنسمع مؤقت ارجاء تشغيل مؤقت ارجاء ايه? ارجاء ايقاف. طيب مؤقت ارجاء التشغيل زي ما كلمنا مع بعض. انا هنا هيقوم بارجاء او بتاخير تشغيل عنصر محدد او عدة عناصر من عناصر المنشأة الهندسية لفترة زمنية ايه? محددة سلفا. يعني محددة قبل كده. بحيث ان الاجراء ده بيحدث رغم ان انا مؤثر على العنصر. يعني انا مسلا لو انا قلت ان انا اتكيت على المفتاح اللي بيشغل التلالة ورغم كده المحرك المروحة ما اشتغلش. يبقى رغم استمرار التأثير على مين? على العنصر. وزي ما ضربنا مثال مع بعض. وقالنا مثال اللي انا لو انا عايز ا اخر تشغيل مروحة المباخر لمنظومة التبريد لبعض الوقت بعد تشغيل محرك مين الضغط. وكلمنا برضو ان انا عندي هنا تنين وتلاتين مرجع تشغيل واثنين وتلاتين مرجع ايقاف. بيبدأ الترقيم بتاعهم من تي ار زيرو ل تي ار كام واحد وتلاتين. ومعاه كمان حاجة اسمات دخل ستوب اللي احنا كنا كلمنا عليه. تمام? طيب. النقطة التانية انا اقول لكم ان انا هنا لما باجي هنا اكتب الزمن في البرنامج انا ما بكتبش زمن الارجاء. انا بكتب حاجة اسمها معامل ارجاء. طب ايه العلاقة رياضية اللي بتربط ما بين زمن الارجاء ومعامل الارجاء? بيقول ان زمن الارجاء اللي هنبرمزه برامز تي. تمام? بيساوي معامل الارجاء اللي هنبرمزه برامز كي دابيو مضروب في واحد من عشرة ايه ثانية. يبقى زمن الارجاء خلاص بيساوي معامل الارجاء في واحد من عشرة ثانية. طيب يعني يبقى هنا لو برمزه حتى برموز البرمجة بتاعت يبقى تيه بتساوي كي دابيو في واحد من عشرة والواحدة بتاعتي نها ثانية. طب معامل ارجاء الموجودة عندنا هنا. الفترة بتاعته بتتروح ما بين كم وكام عندي في البرنامج ده. ما بين واحد وخمسة وستين الف خمسمية خمسة وتلاتين. يبقى ده المنم اقل لمعامل ارجاء هو واحد. واقصى معامل ارجاء هو خمسة وستين الف خمسمية خمسة وتلاتين. بس نخلي بالنا. عشان ممكن يقول لي معامل ارجاء وزمن الارجاء. زمن الارجاء بقى بيتروح ما بين واحد من عشرة وهم بين خمسة وستين تلاتة وخمسين علامة خمسة من عشرة من ثانية. وده احكا هتوضح لنا في خلال بعض امسنا هنوضحها دلوقتي. طيب يبقى بص معي كده القانون اهو زي ما قلنا مع بعض. التي بتساوي اللي هو معامل ارجاء مضروبة في واحد من عشرة ايه ثانية. تمام? طيب نشوف كده مثال مع بعض. في المساء اللي قدامنا ده بيقول لي هي ما هو معامل الارجاء? يبقى انت طالب مين عايز كده بيو. اللازم لفترة زمنية مقدرها خمسين دقيقة. فترة زمنية بقى تي مدتها قد ايه? خمسين منت. خمسين ايه? منت. انا قلنا هنا المعادلة بتاعتي اللي بيشتغل عليها شغالة بالسانية. يبقى لازم اول خطوة اقول له بتساوي خمسين منت. عشان احولها اضربها في ستين احولها لسانية. بتساوي تلات تلاف ايه? تلات تلاف سانية. يبقى تي بتساوي الخمسين مضروبة في الستين اللي هي معاملة التحويل بتاعي عشان حوالها لسواني. هتطلع لي تلات تلاف ايه? سانية. طيب. القانون بتاعي بيقول لي ايه? بيقولني ان زمن الارجاء بيساوي معامل ارجاء في واحد من عشرة. تمام? فانا وضربت طرفين فلسطين. هجيب كده بيو الوحدة في طرف. هيبقى هنا. يكني تي على واحد من عشرة. طيب الواحد من عشرة دي عبارة عن ايه? واحد على عشرة. فمقام المقام يطلع بسط. لكني بقول بزبط يا جماعة. التي في عشرة. يبقى انا عندي هيبقى فيه كده قانونيا. لو انت عايزة زمن الارجاء اللي هو تي. يبقى بتساوي كي دابيو في واحد من عشرة سكند. لو انت عايز الكي دابيو يبقى تساوي تي في عشرة. بس هنا بقى الوحدة بتاعتي مش سانية. هتبقى الوحدة بتاعتي حاجة اسمها كي دابيو فاكتور. معامل الارجاء. طيب. احنا كنا دلوقتي جيبنا الزمن بتاعي بتلات تلاف سانية. يبقى تلات تلاف. لما ضربها في عشرة هيطلع معي تلاتين الف كي دابيو فاكتور. اذا معامل ارجاء تلاتين الف كي دابيو اي فاكتور. طيب نخلي بقنا لانه ممكن بيبدأ يشتغل معي في بعض الدوائر او في بعض المسائل في الامتحانات وبيبدأ يشتغل على جزئية تانية. يعني ممكن يقول لي مسلا احسب زمن الارجاء خلاص او احسب معامل الارجاء لفترة زمنية لمقدارها ساعة لربع. يبقى انا لازم اكون عارف ساعة لربع دي خمسة واربعين دقيقة. فلازم بعد كده بحولها لعندي الايه? لسواني. تمام? فما اضربش ما اقولش ان انا نهاردة لا ده ساعة لربع يبقى خمسة وسبعين من مية لا. لما بقول لك ربع ساعة تقول لي ده خمسة وعشرين من مية لا. خلاص. يبقى انت النهاردة لخمسة وعشرين مية ما تقولش خمسة وعشرين مية. الربع ساعة بالنسبة للزمن لان الزمن عندك كان مش مية في المية. ده انت عندك ستين ايه? بيعتبر المعامل عندي التحويل عبارة عن ستين. سواء كنت بحول بقى من دقايق لسواني خلاص او من دقايق لساعات فالمعامل عندي كام ستين. فبالتالي لما اجي اتعامل اخلي بالي. اخلي بالي. يقول لي مسلا احسب معامل ارجاء لفترة زمنية مقدرة ربع ساعة. يبقى ربع ساعة دي عبارة ايه? عبارة عن خمستاشر دقيقة. يبقى اضرب خمستاشر في الستين وحاولها لسواني. تمام? لو قال لي مسلا نص ساعة يبقى تلاتين دقيقة. اضرب التلاتين في الستين وحاولها برضو الايه? سواني وابدأ اعوض في القانون بتاعي. تمام? يبقى ما اخلي بالي من الجزئية دي لان كتير جدا من الاخطاء بيلاقيه في بعض الناس في الامتحانات. فهم ان كلمة ربع يعني خمسة وعشرين من مية. فهم من كلمة نص يبقى خمسة من عشر. لا هنا في تعامل مع الزمن العملية بتختلف. تعامل مع الزمن العملية ايه? بتختلف. لو انا همشي اصح بكلمة نص وربع يبقى لازم مضربة في الستين عشان ازبط المعامل بتاعي. ولكن هنا ابقى عارف. انا عارف هنا الازمانة هو واضحة. ربع ساعة كم ديها? نص ساعة كم ديها? ده مسلا تلات ربع ساعة او ساعة لربع كم ديها? ساعة لتلت كم ديها? ابقى فاهمي الحتة دي كويس جدا. تمام? طيب. لو احنا جينا بقى بصنا كده على امسال تاني. تمام? شوف كده بيقول لي ازا كان معامل ارجاء nyين بيتراوح ما بين واحد وخمسة وستين الف وخمسمية خمسة وتلاتين. فما هو اقصى زمن ارجاء بيكون قابل للانضباط. احنا اقلنا تاني كده معي نت قلت ايه? معامل ارجاء يبقى دي القيم ديها بتاعة الKW. يبقى KW يتراوح من كم لكام? من واحد لخمسة وستين الف خمسمية خمسمة وتلاتين? يبقى الواحد ده الKW مني مام. طب وخمسة وستين الف ده خمسمية خمسمية وتلاتين. طب هو عايزني ايه? هو بيقول لي دلوقتي المطلوب احسب اقصى زمن ارجاء. يعني عايز فبالتالي طالما عايز حاجبها عندي مين? عندي يبقى في بداية الامر بقول له ان اللي هو زمن ارجاء بتسوي في واحد من عشرة سنة. طب انا عايز مين? عايز اقصى زمن ارجاء. يبقى بتسوي ايه بقى? اللي هيب كام? خمسة وستين الف خمسمية خمسة وتلاتين? في واحد من ايه? في واحد من عشرة. هييديني معايا اللي هي ستة لاف خمسمية ستة وخمسين وخمسة من عشرة سانية. طب اهو محدد ليش في المسألة ان كنت عايز زمن ارجاء ده بالسواني ولا بالدقاي والساعات. عشان امسك دايما العصائم النص انا اجيبه بالتلات وحدات. طب القانون طلعه لي بالسانية. لو انا عايز احوله لدقيقة يبقى بضرب هنا باس من الاول اللي هو ستة لاف خمسمية تلاتة وخمسين. وخمسة من عشرة على ستين. هييديني قيمة مية وتسعة ومئتين خمسة وعشرين من الف ايه دقيقة. طب عايز احولها كمان لساعات. طيب هقسم تاني على ستين. تمام? هييديني واحد واتنين وتمانين من مية ساعة. ازا لو جي كلم وجايب لي مسلا سؤال اكمل. بقول لي اقصى زمن قابل للانضباط في مرجعات التشغيل بيساوي نقط. بيساوي كام? واحد على اتنين وتمانين من اتنين وتمانين من مية ساعة. او اقول له مية وتسعة ومئتين خمسة وعشرين من الف دقيقة. او اقول له ستة لاف خمسمية ستة وخمسين وخمسة من عشرة سانية. تمام? يبقى احنا كده اتعرفنا مسألة كتير جدا ما بتيجي في الامتحانات. وركز على المسألة دي. تمام? معامل ارجاء وزمن الارجاء. هي علاقة واحدة بابقى عارف الشغل بتاعي. بقى تي بتساوي كده في واحد من عشرة سانية. او لو كان عاوز هو معامل ارجاء. يبقى كده بيبقى تساوي التي في عشرة. خلاص? وكل خلي بالي من حيث التحويلات الموجودة عندنا. طيب. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح المخطط الزمني لمرجي التشغيل. وايه العلاقة اللي بتكون ما بين الدخل والخارج? انا بالنسبة للدخل للتشغيل اللي بنسميه عندي ستة اللي هو عندي رمز اس ده. طيب. والخارج المرتبط بيه اللي هو الاكوال اللي هو الاكيو. وده داخل التوقف اللي اللي هو الاستوب. داخل التوقف اللي هو عندي اللي هو الايه? الاستوب. ايه اللي بيحصل في الاجراء? انا نهاردة قلنا لما اجي مسلا اضغط على مفتاح تشغيل او على دخل معين. اللي هو داخل الست. بيبدأ هنا يتغير هنا الدخل بتاعك من اللي هو ليفل لهاي ليفل. يعني بيتم توصيل كهرباء او بيبقى ناشط. من اللي هو ليفل لهاي ايه? ليفل. في نفس اللحظة دي. هل الخارج اللي عندي الاكيو اشتغل? لا ما اشتغلش. ما اشتغلش ايه? امان انت بيشتغل? بعد مرور فترة زمنية اللي انا ظبط عليها المرجع. خلاص? اللي هي بنسميه عندي اللي هي فترة تأخير الايه? التشغيل. فترة تأخير التشغيل ديت بعدها بعد مرور الفترة دي بيبدأ الخارج بتاعي ينشط. يبدأ الخارج بتاعي ايه? ينشط. يعني بعد ما وصلت انت الدخل الخاص بالتلاجة بيوت مسلا تستنى دقيقين اتنين. وبعد كده الخارج بتاعك بيبدأ ايه? يبدأ ينشط اللي هو خارجي مين بقى? اللي هو قلنا خارجي الضغط يبدأ الضغط او محرك مروحة المباخ. محرك مروحة المباخ تبدأ تشتغل. لحد ما يجي افصل الدخل. بيفصل الدخل بترجع من هاي ليفل للو ليفل هوات. تمام? هو كمان الخارجي بيفصل ويفصل عندك ويتوقف من هاي ليفل لايه? لو ليفل. طيب. اذا الفترة من لحظة تشغيل دخل ما كهربيا. وتشغيل الخارجي ما مرتبط بيه بنسميها اللي هي زمن تأخير التشغيل. زمن تأخير الايه? التشغيل. وما الاه رموز اللي مكتوبة قدامي على رسم اللي هي تي واحد وتي اتنين وتي اس. طيب تي واحد وتي اتنين ده يا جماعة بتمثل معي زمن تأخير التشغيل اللي انا كاتبه في البرنامج. وما التي اس ده ده الدخل ستوب. يعني انا مسلا لو كان عندي مسلا الطايمر بتاع التلاجة زبطه على ست ساعات تشغيل. الست ساعات تشغيل فعلي دولت المفترض ان بعد ما بزبط ست ساعات تشغيل فعلي عشان يعمل ايه? عشان يبدأ هنا يشغل التلاجة يوصل مرحلة التبريد وكل ست ساعات هوقف دائرة التبريد وشغل دائرة السخنات عشان اعمل ازابة للسقيع او ازابة للتلج الموجود على ملفات او المبخر. تمام? طيب. في الحالة دي. بتيجي بعض الفترات. يجي فيها السرومستات يقوم جاي فاصل. السرومستات لما بيفصل بيفصل الطايمر. فالطايمر بيتوقف عن العد. او جات الكهرباء اطعت. اطعت دقيقتين تلات دقايق في الاخر. هل يا ترى فعلا عملية ازابة السقيع بتتم بعد ست ساعات تشغيل فعلي? او ست ساعات تشغيل? لا. بتبقى ست ساعات اللي انا كتبهم في البرنامج وضيف عليهم ازمنة التوقف اللي حصلت. سواء كان اسناء فاصل التاريخ كهربي خلاص او توقف السرومستات لمحركة ضغط. تمام? ازا دلوقتي قد يزيد اللي هو زمن التأخير اللي انا كتبه في البرنامج بمقدار زمن الدخل طيب. لنبص كده في الرسم اللي احنا قلنا عليه ونشوف. الدخل اهو. تمام? دخل اللي عندي ده كده. ده جيف لحظة من لحظات نشط. في اللحظة دي كانت الفترة الزمنية بتاعتها كانت قدية كانت تي اس تي ستوب. ازا الفترة دي هتزيد على قيمة اللي هي تي واحد وتي اتنين وبالتالي زمن التأخير الكل هيبقى بيزيد بمقدار الدخل مين? اسطوب. طيب. يبقى انا النهاردة لو وصلت تاني عشان نبص بقى الرسم ومخطط الزمن او مخطط الحالة. عند توصيل دخل الماء كهربي خلاص بيمر بعد مرور فترة زمنية معينة بينشط الخارجي المرتبط به. وعند فصل الدخل بيتم فصل مين? الخارج. وفترة ما بين لحظة تشغيل الدخل ولحظة تشغيل الخارجي المرتبط به تسمى زمن تأخير الاقاف. وبعض الاوقات بيزيد زمن تأخير الاقاف ده بمقدار الدخل مين? الدخل السطوب اللي عندنا في الرسم ده. تمام? ازا لو قال لي وضح مع الرسم ومخطط الحالة لمرجئ التشغيل هرسم الرسم دي خلاص واشرح الكلام اللي احنا قلناه. تمام? طيب. تعال نشوف كده مثال على مرجئات التشغيل وشكل مرجئ التشغيل بيبكون عامل ازان? انا عندي مبدئيا الرمز الكهرابي لمرجئ التشغيل بيبقى واخد شكل المستطيل اللي انتم شايفينه ده? اللي ما اسم نصين نصه اليسار كده معمول علامة اكس خلاص اللي موجود عندي. اول ما بشوف الشكل ده في دايرة الكهربية اعرف ان ده مرجئ تأخير تشغيل. مرجئ تأخير مين? التشغيل. طيب. يبقى الرمز التام مرجئ تأخير التشغيل بياخد الشكل اللي احنا قدامنا ده. طب. طرح النص اللي بيكون مكتوب عليه? في بعض دوار الكهربية بيكتب كي تي. خلاص? واو برمز برمزة احنا يرمزه بتي ار اللي هو طيمر ايه? طيب يا تار هنا المرجئ. المرجئ ده فيه حاجة لازم تشغله? امشي الخط هنا معايا اللي قابله مباشرة ده المفتاح اللي بيعمل له عملية تشغيل ست. يبقى المفتاح اللي بيعمل هنا ست او تشغيل tackle ah zero zero اي زيرו. طب اما لا الطرف التاني ده ايه? ده الخارج اللي انا عايز ا اخر تشغيله. ده الخارج اللي انا عايز ااخر تشغيله. اللي هو وكتنين وانا رمزه برمز برمجي كيو زيرو زيرو طب امال كيتي لفوقها ديها كيتي واحد دي نقطة تلامس كدخل من طايمر التشغيل الموجود معايا بحيث ايه اللي هيحصل اللي بيحصل دلوقتي ان الطريق او الطيار الكهربي لما يجي انبضغط على المفتاح اي واحد هيجي له طريق اي اتنين لو جي مر مباشرة في الطريق الرايح لكيتي واحد لمرجي التشغيل هيوصل طيار لمرجي التشغيل عندما لو جيه يمر في الطريق اللي هو رايح للخارج اللي عندي المرتبط به مش هيوصل للخارج لان فيه نقطة تلامس مفتوحة انت نقطة تلامس دي بتقفل لما بوصل هنا المرجي بيعدي فترة زمنية معينة وبينشط لما بينشط بيعدي اشارة لنقطة تلامس دي فبتقفل فلما بتقفل بيمسمح بمرور الطيار الكهربي اللي جاي من مربع رئيسي يمر مين للخارج اذا الخارج هنا ما اشتغلش لحظة توصيل الدخل لا ده بعد مرور فترة زمنية للمرجي نشط نقطة تلامس ليا كيتي واحد دي فوصل الطيار الكهربي مين للخارج وصل الطيار الكهربي للخارج طيب يا طرح نبص كده معايا في الدائرة او في المثال بيقول ايه بيقول لي دائرة مصار الطيار الكهربي الموضحة بالشكل وتبين وضع مؤقت الزمن لارجاء الخارج خارج اللي بقى اسمه كيوزير زيرو طيب المطلوب عندي ايه المطلوب عايز الرسم الرمزي خلاص لمرجي التشغيل مع اعتبار ان زمن الارجاء خمس ثواني زمن الارجاء خمس ايه ثواني احيانا الرسم اللي بيكون موجود عندي واللي هنشوفه مع بعض هيبقى زي مثلا يمثل رسم رمزي ورسم سلامي ازا في دوارة تاخير بالذات لو جيك لمطالب قال لي رسم رمز او رسم سلامي هنشوف الشكل اللي هنوضحه مع بعض دلوقتي الاتنين حاجة واحدة تمام طيب المطلوب كمان عايز او قائمة التعليمات الخاصة بمين بالمؤقت او بالدائرة التحكم المضاحة قدامي في الشكل ده نركز في الدايرة كويس هدي عندي هنا مفتاح هولا هيشغل الست تشغيل اللي هو معايا الطايمر تمام والطايمر بعد مرور فترة زمنية معينة بتنشط نقط التلامس لمساعدة اللي موجودة معايا هنا ويبدأ هنا تشغيل الخارجي المرتبط به تعالوا نشوف شكل الرسم السلامي وقائمة التعليمات الخاصة بالجزئة دي عبارة عن ايه مبدأيا لو احنا جينا بصينا قائمة تعليمات او نستراكشن لست الاول بنبدأ بنقول في مضموعة خطوات بتكون موجودة داخل النقطة دي او داخل البند ده اللي هو ببدأ اكتب اول حاجة رقم الطايمر اسم طايمر ايه اللي انا ساميه في اربع خطوات بتكون موجودة في النقطة دي اللي هي موجودة معي ست وستوب و اي دابيو و اي كيو ده المفتاح اللي بيشغل الطايمر لو ركزنا كنا مع بعض يا جماعة نقطة التلامس اللي كانت بتوصل لرمز الاكس اللي احنا كنا عليها بترمز مرجع التشغيل كانت راح على مفتاح اي زيرو زيرو يبقى نقطة التلامس اللي بلان بشارطا هو اي زيرو زيرو اذا اللي بيعمل ست للطايمر المفتاح مين اي زيرو زيرو في كلتا الحالات احنا الدخل اللي عندنا هنا معاخص ست ستوب فدايما هكتب قدام ستوب هنا ايه يس او انتر طيب الاي دابيو الاي دابيو ده اللي هو معامل للتاخير اللي عندك هو قلل في المسألة انه خمس سويني خمس ايه سويني فالخمس سويني انا قلت لعوه عشان اجيب معامل للتاخير بيساوي زمن التاخير في عشرة يبقى الخمسة اضرابها في عشرة بتساوي خمسين يبقى اكتب كي دابيو خمسين يبقى قدام اي دابيو لو معامل للتاخير بتاعي باكتب كي دابيو كام خمسين دي معناها ان انا اخر خمس ايه خمس سويني فقط طيب الخارجي يا طرق الخارجي اللي هيشتغل بعد مرور فترة زمنية معينة اسمه ايه اسمه كيوزر زيرو طيب زيرو زيرو واحد اذا كل الخطوات دي يا جماعة في البند الاولاني اللي هو زيرو زيرو ايه زيرو فقط تمام لو فيه بقى جزء ده مؤقت ده جزء من دار التحكم موجودة معايا خلاص بل خطوة اللي بعدها بقول نكس او التعليمات اللاحقة او التعليمات اللي بعد كده تمام طيب انا بمثل الرمز من رمزي او رسم السلامي خلاص لمرجئ التشغيل ده ازاي زي المخطط السلامي اللي كنا بنشتهل على العادة الخطين الرأسي اللي موجودين معايا واللي هوصل به طيب الرمز اللي عبارة عن ايه مستطيل برسمه بالشكل اللي شايفينه ده كده فوق بكتب اللي هو رقم التايمر تي ار زيرو اول تلات خطوات الياست وستوب واي دابيو ناحية اليسار كده خلاص الواست ستوب اي دابيو انما الخارج دائما ناحية اليمين اللي هو اي كيو بقوم عامل اي كيو ناحية الايه اليمين واجي باقى ابدأ اشوف يطرست ميلي بعمل ست ميلي المكتوب قدام ست في قائمة التعليمات اي زيرو زيرو مش ده مفتاح ايوم مفتاح فقوم رسم هنا الرمز السلامي الخاص بالمفتاح اي زيرو زيرو وده نورمال اوبن وقوم كاتب فوق اي زيرو زيرو طيب الخاصية هنا بالنسبة لستوب نشرة يس اه فبقوم واخد خط كده ممكن اكمله الاخر اواخد نص الخط كده واكتب جنبه كلمة طب الاي دابيو اللي هو معامل التاخير بتاعي قدام بقوم واخد برضو خط واكتب القيمة اللي جنبه اللي هو كدابيو كام كدابيو خمسين طب الخارجي اي كيو الخارجي اي كيو ده عبارة عن كيو زيرو زيرو وام رئيس ماهو الخارجي الناحية التانية بقى وصد اي كيو الخارجي عام في صورة قوس وهم مواركات فو كيو زيرو وموصل للطرف الايه وموصل للطرف التاني طبام طيب بتضح انا من المسال ده ده شكل البرنامج بتاع مرجق التشغيل اول خاطة بقول ركم المرجق تيار زيرو ثم الخطوات بتاعته ست ست ستوب اي دابيو كيو ثم بعد كده لو في خطوات لاحقة برجع اشوف مين المفتاح اللي بيعمل ست اشوف رمز الطايمر في الرسم الكهرابي المفتاح اللي قبل مباشرته هو اللي بيعمل لست واي دابيو اشوف الزمن اللي مدوني في المسألة كام واضربه في عشر بس لازم يكون بالثواني يعني ممكن يقول لي انا عايزك تأخر دقتين الدقتين الاول مية وعشرين سانية واضربه في عشر يبقى كده بيو الف و ايه الف و متين انما هو هنا قال لي خمس ثواني خمس ثواني خلاص باضربه على طول في عشرة يبقى كده بيو خمسين والخارج اللي هينشط معي لو خارج كيو ايه كيو زيرو زيرو تمام؟ طيب تعالوا نالله نشوف مثال تاني كلا مع بعض بيقول هنا الشكل بيوضح دائرة تحكم بتلزم لتشغيل منظومة تبريد ميكانيكية خاصة بمغزن تبريد دائرة التحكم بيلزم ان ترجي تشغيل محرك مروحة المبخر عشرين سانية بعد لحظة بدء تشغيل ضغط التبريد الخاص بالمغزن وبرضو زي ما قلنا مع بعض طالب حاجتين كتابة قائمة تعليمات البرنامج وهنا كتابة الرسمة السلامة فعشان كاقولت لكم الرسمة السلامة ورسمة الرمزة في دوارة التخيير هما لتين حاجة واحدة هما لتين حاجة ايه؟ حاجة واحدة تمام؟ طب نبص كده بقى في دائرة الكاربية والالكتريك سيركيت اللي قدامنا نفهم الاول دائرة الكاربية ده مفتاح تشغيل بعد كده بيبقى فيه عندي بعد كده فيه فيه انت عرفت الكلام ده منين الرموز اللي قدامي بيتكون موجودة يعني لو عندي هنا مفتاح وضع ومش كاتب اي حاجة عليه خلاص يبقى ده انا بعتبره مفتاح تشغيل لان لو ضغط عليها هوصل تمام؟ طيب لو لقيت هنا كلمة اللي هو مسلا اشوف شكل المربع والمساطيل اللي في المفتاح والمفتاح ده وضع خلاص ومسلا ممكن الاقي او بي اتش مسلا ده اللي هو تمام؟ طيب اما بص ده الاقي مفتاح في علامة الحرارية اللي احنا شايفينا كده مع بعض ديات يبقى انا عارف برضو نفس الكلام بس هنا مفتاح مع مستطيل لو كده بجعمل اختصار كلمة سير مستات سير مستات طيب الكي واحد اللي هو مما ثابت محرك الضغط تمام؟ طيب يبقى انت النهار ده لو ضغطت على المفتاح اللي هو هيمور لمحرك الضغط شرط انه يكون السير مستات موصل طيب بعد ما يبدأ يشتغل محرك الضغط يبقى نقطة التلامس كي واحد اللي هي بالتعويض اللي ناحية تانية في الطرف التاني ده هتوصل فهتقوم بتوصيل مين؟ الطايمر اذا الطايمر مش هيبدأ يعد اللي ما يتأكد ان الضغط بتاعه ايه؟ الضغط بتاعي اشتغل تمام؟ طيب الضغط بتاعنا بدأ يشتغل الطايمر بدأ يعد الطايمر لما يعد فترة زمنية اللي هي عشرين ثانية خلاص هيقدر يتنشط نقطة التلامس المساعدة اللي هي قدامي لكيتي واحد اللي في الطرف الاخر ديت هتقوم بتشغيل محرك مروحة مين؟ المباخ يبقى انا اخرت محرك مروحة المباخ فترة زمنية مقدار عشرين ثانية من لحظة بيت تشغيل محرك مين؟ محرك الضغط بتاعي تمام؟ طيب يبقى اول خطوة مفترض انا بعملها يا جماعة بقوم جايب الرموز الكهربية ديت محاولها لبرمجية يعني بفرض مثلا S0 وليكن I00 S مثلا SBH ده خلاص وليكن I01 أو L مثلا ده وليكن I02 I03 الكي واحد كيو مثلا 00 او كيو 01 زي ما بفرض تمام؟ ده برضو كيو 01 يبقى برضو كيو 00 الكي تي دي واحد اللي هي تي ر اي تي ر زيرو كي تي ر زيرو طب الكي اتنين يبقى كيو 01 كنت انا فرضت كيو 01 كيو 00 بقى كيو 01 طيب تشوف رموز ايحنا فرضنا كده مع بعض هوت خلاص كل تلمشات الدخول اللي فرضناها انا فرضو I00 I01 I02 I03 طيب والخارجين اللي عندي خارج الضغط اللي هو كيو 00 خلاص والخارج الخاص بمحرك مروحة المبخر كيو 00 إنما رمز الطايمر هرموز ده برمز اللي هو تي ر اي تي ر زيرو شوف كده اول طلب موجود معايا قيمة التعليمات تمام؟ قيمة التعليمات اللي عندي لو احنا جينا بصينا اول هنا مجموعة منفتاح لف الاول اللي كانت متوصلة توالي هحمل المفتاح I00 and I01 and I02 and I03 بتساوي Q00 اللي انت بتجيب الكلام ده ازاي؟ ده انت لو جيت بصيت كده حضراتكم معايا ليه جزئية اللي فاتت ديت او الرسم الكهرابي اللي عندي ده تمام؟ هبصوا على الرسم الكهرابي اللي هي ايه؟ اللي هي كان فيه اكتر من مفتاح نورما الكلوس جميع الدوائر اللي هنشتغل عليها في الباب ده بامر الله هتشتغل على التشغيل الامن والتشغيل الامن بيعني ايه؟ اي مفتاح حماية هيكون موجود عندي في الدايرة normal cross هضعه في البرنامج normal ايه؟ normal open يبقى اول حاجة هنقول هنا loot I00 and I01 and I02 and I03 بتساوي Q00 تمام؟ طيب هنا بقى الجزء اللي فاضل ده ده الجزء ده على بعضه اللي لسه عاملينه من شوية اللي هو الرمز الخاص او الجزء ده لكهرابي الخاصة بالمرجئ بتاعي يبقى انا هقوم احمل بعد كده TR0 خطوات ايه؟ set stop IWQ set واحدة واحدة شوفين رمز هنا؟ رمز كهرابي اللي هو كيتي ده مين المفتاح اللي قابلك مباشرة؟ اللي هو كي واحد اللي اسمه ايه؟ Q00 يبقى اللي هيعمل لك set هو Q00 خلاص؟ وقلنا stop yes طيب ال IW ال IW ده الزمن بتاعك انت بديه هنا في المسألة على كم سانية؟ عشرين سانية الى عشرين سانية اللي انت بتكلم عليهم دولت؟ خلاص يبقى هتبدأ بعد مرور عشرين سانية هينشط المفتاح لهو يشغل خارج ازا الخارج اللي هو EQ مرتبط هنا الدم IW هكتب كي W خلاص ميتين ضربت العشرين فعشر بميتين طب الخارج ال IQ الخارج ال IQ بتاعي هيبقى الخارج التاني اللي هو كيزره ايه؟ واحد تمام؟ زي ما نبص كده معي على البرنامج هوت يبقى تساوي حمل البرنامج بتاع الطايمر اللي الخطوة كل ده في خطوة واحدة بتاعي برنامج الطايمر ست ست زي ما قلنا المفتاح لك انا مباشرة الخارج بتاعي كيو زيرو واحد تمام؟ طيب شوف فاردو رسم السلامي عندي احنا قلنا حملنا اربع مفاتيح اندي الاول على خط واحد عملت المفتاح الاولاني I00 ثم I01 I02 I03 كلهم اندي يعني كلهم على خط واحد مرتبطين بخرج الضغط اللي هو كيو زيرو زيرو ثم بعد كده حملت الطايمر قمت عامل المستطيل اهو وكتبت فيه الرمز بتاع الطايمر TR0 ثم الخطوات بتاعتك على الشمال اللي هم دغول الاولين ست و ستوب و اي دابيو وعلى اليمين اي كيو ابدأ اشوف مين اللي مكتوب في البرنامج قصات ست ده مفتاح وكان اسمه خلاص كيو زيرو زيرو يبقى باخد خط واكتب قصات و ياس اي دابيو كان مكتوب في البرنامج كي دابيو كام ميتين اللي هي العشين في العشرة والناحي التانية الخارج كيو خلاص او معامل القوز بتاعي واكتب الكيو اللي هو محرك مروحة المباخر اللي هو كيو زيرو واحد ده كيو زيرو ايه واحد تمام طيب احنا لو جينا بصينا كده معلى مرجع اللي بعد اللي هو الايقاف بس قبل ما اتكلم على مرجع الايقاف لازم اكون فهم حاجة جماعة ايه هو كلمة مرجع الايقاف اللي موجود معنا مرجع الايقاف اولا انت برضو محتاج تأخر خلاص خارج معين من عناصر المنشاء الهندسية خلاص فترة زمنية معينة من لحظة ايقاف محرك معين او محرك الضغط انت عايز تأخر اذا لو جينا بصينا في بعض البرامج لما بيجي نسأل على بعض البرنامج اللي يجيكم مسلا البرنامج زل وليه ان شاء الله في الجزء الخاص بالعملي طيب البرنامج ده ممكن تختار مرجع التشغيل ويقوم بدور مرجع الايقاف بس التعملي بقى بتخلي الخارج بتاعك منفي خلاص او الخارج سالم اذا لو جاء بي سؤال والمرجع الايقاف ما هو الا مرجع تشغيل سواء ان الخارج منفي خلاص سواء ان الخارج ايه منفي ده لو جملة بيقول لي حتى صح وغلط صح لكن لو عكس الكلام خلي بالكم خلاص يعني لو قال لي مرجع الاقاف ما هو الا مرجع تشغيل سواء ان الخارج منفي لا غلط تمام يبقى ان النهاردة الاقاف هو اللي ممكن يشتغل مرجع تشغيل بس انفي الخارج انفي بين انفي الخارج بتاعي تمام يبقى لما يقول لي يعرف او يقول لي مسلا ما المخصوب بمرجعات الاقاف هقول له مرجعات الاقاف ما هي الا مرجعات تشغيل سواء ان الخارج بتاع بيكون سالب او الخارج بتاع بيكون ايه منفي طب لو حاب تشرح اكتر وتفاصل اكتر يبقى انا هاخر ايقاف خارج معين خلاص من دايرة بتاعتي فترة زمنية بعد ايقاف مسلا دخل معين مرتبط ايه مرتبط بيه فترة زمنية معين طيب هيتوضح لي الكلام ده اكتر من خلال مخطط الحالة اللي هنشوف مع بعض على الشاشة ده تمام طيب نيجي نبص كلا مع بعض اول حاجة انا الدخل اللي احنا قلنا في البرنامج جديد فيه دخل ست وفيه خارج مرتبط بيه اسمه تمام والدخل في المنتصف ده تمام نيجي نبص كده معي اول ما بشغل الدخل يعني اتغيرت من لوليفل لهاي ليفل ايه اللي حصل للخارج بتاعي برضو الخارج اشتغل يعني اول ما اتكت عبال يكن اجماعة على المفتاح بتاع تشغيل اللمبة خلاص اللمبة قادت تمام لكن اول ما هنا فصلت المفتاح بص تاني للدخل ست عملت هنا اتغير هنا من لوليفل يعني فصلت الداخل هل الخارج فصل لأ ما فصلش الخارجي تناه شغال فترة زمنية معينة وبعدكنا فصل الفترة بقى من لحظة ايقاف دخل ما كهربيا اللي هو ست وايقاف خارج ما مرتبط بي اللي هو نهاية الايكيو الفترة زمنية ما بين ده وده بنسمها زمن تأخير الايقاف زمن تأخير الايه الايقاف طيب زمن تأخير الايقاف اللي هو الطايم دليد اللي هو اوف طيب الفترة دي بقى بنتمثلها على مقدار الدخل ستوب او مقدودة على منحنة دخل ستوب يبقى المنحنة الخاصة بالدخل ستوب دي الفترة دي منين من لحظة ايقاف الدخل ولحظة ايقاف الخارجي المرتبط بيه خلاص يبقى بقى ما عامل دي الفترة دي بيبقى نشط فيها الدخل مين ستوب عندنا تمام ايه يبقى تعرفنا لو قال لي وضح مؤقت او مخطط الحالة او المخطط الزمني الخاص بمراجئات الايقاف هارسي من ده ما اللي قدامكم ديت ده الدخل ست وده خارجي مرتبط بي اي كيو وده الدخل ستوب دخل التوقف اول ما باصل الدخل الخارجي بيوصل اول ما بافصل الدخل الخارجي بينتظر فترة زمنية عدة فترة زمنية مكتوبة في البرنامج وبعد كده بايه بيفصل طب الفرق ما بين الاتنين بيمثل هنا على مقدار الدخل ستوب ويمثل معي زمن تأخير الايه الايقاف تمام طيب يبقى هوت بيقول هنا يجب هنا معاملة مرج او مؤقت ارجاء الايقاف بنفس الطريقة زي مرج ارجاء التشغيل فيما عادة ان الخارجي اللي هو الايكيو او الخزن الممكن يكون لازم يكون سالب او منفي لازم يكون سالب او منفي طيب نشوف الدائرة الكهربية الخاصة بمرج الايقاف مرج الايقاف الفرق ما بين الい اتين انا بعرفهم من الدائرة الكهربية يعني او لقيت رامز كاتب لك برضو كيتي واح والتانية هتلاقي كاتب عليه كيتي واح ان يقولنا فيه 30 مرجى بتشغيل و32 مرجى ايقاف بياخد نفس الترقييم الرامز الكهرابي لو لقيت هنا ده مستطيل والنص الشمال ده متظلل خلاص اعرف ان ده مرجق ايقاف. لو كان يبقى ده مرجق تشغيل. يبقى اول خطوة نخلي بالنا من الدارة الكهربية. لو حتى هو غلطان. مسلا وبيتكلم في رأس المسألة. بس الرسم الكهرابي موضح هنا ان كان فيه ده اكس ولا ان كان متظلل. متظلل بقى مرجق ايقاف. اكس بقى مرجق مين? تشغيل. بنفس الطريقة. احنا قلنا دلوقتي. في مفتاح هيشغل المرجق. يبقى فيه مفتاح بسعمل ست. ازا مين يبقى ملك ست مرجق ليقاف. اللي قابلي مباشرت اللي هو اي زيرو زيرو. طب هنا خدت نقطة التلامس اللي موجودة من الطايمر هنا في الطريق التاني. بحيس ان دلوقتي انا وانا لسه ما ضغطش خالص على المفتاح. يطر الخارجي شغال ولا مش شغال? الخارجيش شغل. خلاص? يعني انا اول ما ضغطت على المفتاح اي زيرو زيرو ده. عدى طيار الكهرابي هنا. دي الطايمر. وفي نفس الوقت الخارجي بتاعي شغال. لو نقطة تلامس دي نورمال كلوس. تمام? فالخارجي بتاعي شغال. لكن هنا اخلي بالكم. انا اول ما هفصل المفتاح. بيبقى يعد فترة زمنية. بيبقى عد فترة ايه? فترة زمنية. وتبقى النقطة دي تنشط. فيبدأ الخارجي دي يفصل. ازا مش من لحظة عملية الفاصل اللي موجود معايا. انا بيفصل الخارج مباشرة. يبقى ده الشكل الكهرابي او الرمز الكهرابي. لمرجي الايه? مرجي الايقاف. تمام? يعني بقول هنا الشكل بيوضح. دايرة مرجي ايقاف. والمطلوب عايز كالعادة. عايز رسم المخاطط الرمزي للدائرة داخل الدائرة السلامية. خلاص? وقائمة تعليمات مين? البرنامج الخاصة بالمؤقت الايقاف. تمام? احنا قلنا هنعمل البرنامج بتاعي. بنقوم عاملين نقول دولات اول خطوة زيرو زيرو. نكتب ركم التايمر تي ار زيرو. ست ست اي دابي او كيو. مين بيعمل لي ست? اي زيرو زيرو. اي دابيو الزمن اللي هتدولك في التأخير. لو كان خمس ثواني بقى كده مسلا خمسين. ثم بعد كده الخارج بتاعي. الخارج بتاعي ده هيحصل له عملية ايه? هيبقى. الخارج هو زيرو زيرو. ولكن لازم يكون ايه? منفي. بصوا كده معايا في الرسم السلامي. اهو اللي احنا قلنا عليه. الاول احنا قلنا ست 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 اي دابيو عالشمال. ومين بيعمل لك ست قلنا المفتاح اي زيرو زيرو. واي دابيو قلنا خمس ثوان يبقى كده بيو خمسين. وهنا الخارج اي كيو بقى. اللي خارج اي كيو اللي موجود معي اللي هو كيو زيرو زيرو. طبعا انا لو ما كنتش حطيت اشارة النافي ديت بقى اكنه بالزبط مرجي تشغيل. يبقى الفرق بين الرسمة ديت والرسمة اللي فاتت خاصة بمرجي تشغيل علامة النافي. يبقى هنا مرجي الايقاف ما هو الا مرجي تشغيل سوى الخارج بتاعي بيبقى ايه? الخارج بتاعي منفي. يبقى ده رسم السلامي اللي عندي. طب تعالي نشوف قائمة التعليمات. قلت زيرو زيرو. ست اي زيرو زيرو. طب قلنا يس اي دابيو. كي دابيو خمسين. طب هنا الخارجي. ماشي اسمه بس كيو زيرو زيرو. لح قل نمط. كيو زيرو على اساس ان نقول الخارج بتاعي ايه? منفي. تمام? لو في تعليمات في دايرة تانية او دا جزء من دايرة. تمام? طيب. نشوف كده مثال تاني على مرجيات الايقاف. بيقول هنا بتستخدم غالبا مرجيات الايقاف في محطات التبريد. وتكيف الهوى. بغرض رفع الحملة عن الضغط. عند بدء التشغيل. خلاص? او بدء دوران الضغط. هيفتح هنا الصمام كهروماغناطيسي. الصمام الكهروماغناطيسي هيرجئ تأخير ايقاف الصمام ست سواني من لحظة تشغيل الضغط. انا كل اللي يهميني ده. انت هنا هتعمل عمية التأخير للصمام عندك هنا هيبقى فيه ضغط. وفيه صمام بيقوم بعملية رفع الحمل في البداية. خلاص? الصمام ده المفروض اول ما الضغط يشتغل كان يفصل. لقد هنهأخر فصله ست سواني من لحظة تشغيل مين الضغط. والمطلوب قيمة تعليمات البرنامج وعايز الرسم السلامي المعبر عن الدايرة. لو جينا بصينا للمخطط الميكانيكي للدايرة زي ما نشوفينا على الشمال كده. ادي كومبريسور ادي الضغط بتاعي. المفروض في بداية التشغيل بيبقى فيه حمل. انا عاوز اوصل لنسبة انضغاط بسرعة. تمام? عندي. فالمفروض انا ببقى عامل هنا مصار جانبي. المصار الجانبي ده جزء اللي ضغطته يرجع ينضغط تاني بحيث اعلى علي نسبة الانضغاط في وقت قسير. تمام? وبرفع الحمل عن محرك مين? الضغط غير لما ياخد سرعته. طيب. المفروض لحظة ما الضغط اشتغل كان الصمان ده يفصل فيقفل المصار الجانبي ده. لأ ده انا هاخر يقافه. ست ثواني من لحظة بتشغيل الضغط. يعني اول ما الضغط اشتغل خلاص. هيبدأ يرفع الحمل يبدأ يرفع يطرد ما ركب التبريد. ويعود تاني من خلال المصار الجانبي ده. بعد ست ثواني الصمان ده هيقفل ويبدأ ياخد المصار الطبيعي اللي هو بعد الضغط يروع على كوندنسر وهكذا في ايه الدورة. في من الاول الدايرة? خلاص? يبقى انا هنا عشان اقلل او اعرف على الحمل عن محرك الضغط في بداية التشغيل. باعمل مصار جانبي على السلنايت فالف. السلنايت فالف ده كان المفروض انه يفصل اول ما شغل محرك الضغط. ولكن انا هاخر فاصله ست ثواني من لحظة تشغيل محرك مين? الضغط. دايرة التحكم موجودة عندنا في الجهة اليومنا. ده مفتاح اللي هو اس واحد. تمام? والمفتاح اس واحد ده مفتاح توصيل. في عندي كوه اكتب لي عليه. وفيه كمان فيه سرومستات. اي ان كان وضع سرومستات نورمال اي مش هي دي اللي تخصني. لاني في بعض انواع بالسرن في عملية التدفيع وعملات التبريد. فالوضع بتاعها بيكون مختلف. تمام? طيب. الخارج بتاع اللي هو خارج الضغط اللي هو كواحد. وجايب لي هنا نقطة التلامس من نقطة كواحد. يعني شرطة اساسة. عشان الصمام يشتغل معي او كن فيه اشارة يكون اضغط معي شغال. بفيه نقطة تلامس مفتوحة من كواحد. وفيه نقطة التلامس خاصة من الطايمر اللي هو كاتي واحد. خلاص اللي هو مرجي اليقاف او ما شفته متظل لهو. عرفت ان ده مرجي يقاف حتى لو مش كاتب. تمام? وعملي نقطة تلامس مساعدة هنا. اللي هو هتكون اللي هو كاتي واحد. واللي هرمز لها برامز برماجي كماركرز. تمام? وحنا اقول اتفاقنا. اول خطوة عندي في الدايرة. بابدأ اشتغل عليها. بقوم كاتب البرماجي بتاعتي وقوم بفرض ان دخول اي زيرو زيرو مسلا. وفي واحد هي اي زيرو اتنين. خلاص. في دخول تاني. لا. طب بفرض ان الخروج بتاعتي. كواحد كزيرو زيرو. او واي واحد بتساوي كزيرو واحد. وهكذا. هنا في الحالة دي. لان انا هاخد هنا الماركرز او هاخد منها نقطة لمسكتي واحد. مع السلمايد. قبل ما ابدأ اتعمل مع مرجي الايقاف. تمام? فانا هعديها رمز هنا برماجي. اللي هو ام زيرو ايه ام زيرو زيرو. وبرضو هيكون الخارجي بتاعي بخارجة خارج الطايمر هو ام زيرو زيرو. طب لما ايجي نكتب ببرنامج عشان نوضح مع بعض كده. تمام? اول حاجة هقول لوت اي زيرو زيرو مسلا. اند اي زيرو واحد. طب قلت اند ليه? مونش اند نوت ليه? عشان ده حماية. بريشار ساد الانصر بتحكم وحماية. خلاص يبقوا الحمل اي زيرو زيرو اي زيرو زيرو خلاص بتساوي كيو زيرو اي واحد طب الطريق اللي على الدور اللي هو طريق المرجق بقى اللي يقاف يبقى التحميل بتاعك التحميل بتاع اللي هو ايه اللي هو الاول خلاص مين بيعملك ست امشي مع الرسم الكهورابي كده بتاعي المفتاح اللي هيكون قابلي مباشرة يبقى ده مين كيو زيرو زيرو يبقى اللي بيعمل ست هنا للتايمر ده هو كيو زيرو زيرو هو قال لي ست ثواني بقى كيو كام ستين كيو ستين بعد مروس ست ثواني الخارج بتاعك اللي هينشت بقى الخارج بتاعي هيبقى خارج التايمر نفسه بقى يعني احنا خدت ده مر خارج التايمر اللي انا كنت رامل صلوب رامز مين ماركرز اللي هو ام زيرو زيرو تمام طيب يلا نشوف كده اللي احنا قلناه مع بعضك هنا في الدارة بتاعتها ايه رفارات الاول الرموز بتاعتي مفتاح تشغيل عمومي اي زيرو زيرو بريشار ستات اي زيرو واحد السروم ستات اي زيرو اتنين الكومبريسور الضغط اللي هو كيو زيرو زيرو مرجع الايقاف رامسلو برامز امي زيرو زيرو الصمام الكهروماناتيس اللي هو واي واحد مسلتو بكيو زيرو اي واحد طيب. تاني خيار حاجة قيم التعليمات قلنا لو انا اي زيرو زيرو بيتساوي كيو زيرو زيرو لو انا حبيتها وضح له في المسئلة عشان حتى ممكن مصاحب على حاجة ما اخدش باله ولا الكلام ده او مكاتب هنا اقصاد الجزئية دي كده في حالة التشغيل الامن خلاص او في حالة اخذ في الاعتبار عامل الامان. تمام? طيب بعد كده انت هتاخد الخط الطريق التاني اللي هو لود هيبقى لان ده خلاص ما يقولوش حماية. طيب هنا خلاص تساوي الخارج اللي هو بتاع الصمام اللي هو ايه? طيب الطريق التاني ده كده طريق طايمر اللي احنا قلنا عليه يبقى تي ار زيرو ست قلنا مين بعمل ست اللي هو واحد اللي هو بمسابة كو زر زيرو وسطوب يس و اي دابيو اللي هو الخارج بتاعك اللي هو ستين ثم الايكيو اللي هو مين بتساوي ام زيرو زيرو ام زيرو اي زيرو. طاب ده كده قايم التعليمات او طب لو عايز عامل رسم السلامي. خلاص او رسم المنطقي في الرسم السلامي. عبارة عن ايه? احنا قلنا حمالة التلت مفاتيح دول انت بتساوي الخارج. يبقى الطريق اللي اولين اون. لود اي زيرو زيرو. اند اي واحد كلهم على خط واحد بتساوي الخارج في صورة قوس اللي هو كيو زرو اي زيرو. ثم قلنا في البرنامج لوت اللي هو ك vou نقط بتساوي كيو زرو اي واحد يبقى كل دول على خط ويحد بقى باخد خط تاني هو وارسم المفتاح الاولية واذرتب عليه كيو زرو زيرو. والمفتاح التاني واعمله منفي واقول له امي زيرو زيرو. ثم أستكمل الخط, واجيب الخارج بتاعة اللي هو خارج في قوس. اللي هو كيو زرو اي واحد اللي هو القاص بالصمام. بعد كده لما حملت الطايمر الطايمر كالعادة. بعمل مستطيل. فوق خالص. باكتب هنا رقم الطايمر تي ار زيرو. طب تحتها على الشمال اول تلات خطوات في قيمة التعليمات. اللي هما ست وستوب و اي دابيو. تمام? معالي مين في المنتصف? الخارج. اللي هو مين? اي كيو. تمام? طب ارجع تاني اللي مكتوبة في قيمة التعليمات. مين بيعمل لي ست? اللي كان النقط تلامس كيوزر زيرو. او مرئاس المفتاح. وكان دب عليه كيوزر زيرو. ومصله بالطرف التالي. طب وستوب كان ييس. باخد خط واكتب عليه ييس. طيب واي دابيو ده معامل الرجاء. انت قلت لي ست ثواني. يبقى اضربها في عشرة. يبقى ستين. يبقى اخد خط واكتب كيو دابيو كام ستين. قصاد الاي كيو خارج. الخارج ده في صورة قوس. وكان اسمه ايه? خارج اللي هو الماركرز اللي معايا عندي. ما جيش تقول لي انت نفيت هنا ما نفيتش هنا ليه? طب ما انا نفيت نقطة تلامس المساعدة من البداية الماركرز الاولية هنا الامي زيرو زيرو. فدتني نفس الاداء اللي عندي. فانا هنا لو نفد ده ونفد ده كان هيديني اداء مرجق التشغيل مش هيديني اداء مرجق لين? الايقاف اللي عندي. تمام? طيب. ده كان مسال على مرجئات التشغيل وخدنا امثلة على مرجئات الايه? الايقاف. طيب. لو انا جينا بقى هنبص مع بعض على مسال متكامل. مسال المتكامل اللي هنوضحه كده مع بعض يا جماعة. ده مسال على مرجئات التشغيل ومرجئات الايقاف الاتنين اللي ببقى بعض في دايرة التحكم واحدة. طيب. وممكن يبقى هنا عملية التحكم او عملية هنا ارجاء التشغيل وارجاء الايقاف لعنصر واحد. يعني انا مثل محرك مروحة المبخر. تمام? محرك مروحة المبخر. محتاج ان اخره تشغيله دقيقتين. مسلا من لحظة تشغيل الضغط. واخر ايقافه خمس دقائق من لحظة ايقاف مين? محرك الضغط. فبالتالي انت ممكن تعمل عملية هنا تأخير تشغيل وتعمل عملية تأخير مين? تأخير ايقاف. تمام? طيب. يبقى انا ممكن هنا عمل عملية تأخير تأخير وتأخير ايه? الايقاف. طيب. لو جينا بصنا كده سريعا كده مع بعض. اهو معي على الشاشة هوت. خلاص? ده المسال اللي انا قلت لكم عليه? اللي هو عايز اخر هنا محرك مروحة مباخر خمس دقائق. خلاص? ايقافه? واخر تشغيل هدئتين من لحظة تشغيل الضغط. ونفس الطلبات. اللي هي قائمة التعليمات البرنامج. والمخطط ايه? السلام. ادي الدائرة قدامها هي. الدائرة تحكم بالدهاني. كاتب لها على الرموز البرمجية. لو لاحظنا اول حاجة. انا اقول لوت اي زيرو زيرو. اند اي زيرو واحد. اند اي زيرو اتنين. اند اي زيرو زيرو. وافضل لان هاخد المسار ده مع بقية المسارات. ثم لوت تاني. ام زيرو زيرو. اند اي زيرو اربعة. بتساوي كيو زيرو زيرو. ده الطريق دي الاولاني. طيب. تاني تفريعة قابلتني بعد كده? تفريعة التانية دي. واللي قصدها. لان اللي تمر طبطين بخارج واحد. لو محرك مروحة المباخر. يبقى انها اقول ايه? لوت ام زيرو زيرو. اند كيو زيرو. اند ام زيرو واحد. طيب واقول له التاني. هستخدم مساجلات جمعية. ام زيرو زيرو. اند نوت كيو زيرو. اند نوت ام زيرو اتنين. والعلاقة بين الرصتين الاثنين. اور في فراغ. بتساوي الخارج كيو زيرو زيرو. ثم التفريعة اللي بعد كده. ابوص لدي ده تفريعة مين? مرجي التشغيل. رمز ده. بخاص بمرجي التشغيل. يبقى ست ستوب اي دابيو اي كيو. واسم ايه الاول في الاول? يبقى ست ستوب اي اللي هو عندي يا جماعة. اللي هو اي دابيو اي كيو. طيب ست مين بيعمل لك ست? المفتاح اللي قبل مباشرة. يبقى ستوب ييس. اي دابيو. يبقى كده يدقيتين بمية وعشرين سانية. يبقى كده بيو الف وم ايه? الف ومتين. خلاص الخارجي اي كيو هيبقى رمز التايمر ده. اللي هو ام زيرو كام ام زير واحد. طب لما اجي للطريق التفيع اللي بعد كده? اه مش هينفع هنا. يبقى مفتاح نورمال هو يعمل ست لمرجي الايقاف. فانا هتطر اطلع خارجي مؤقتة هنا ام زيرو تلاتة. تمام? يبقى انا هلود من الاول تاني. لود ام زيرو زيرو. عند نوت كيو زيرو. بتساوي ام زيرو كام? ام زيرو تلاتة. تمام? طيب. بعد كده ببدأ احمل التايمر التاني. اللي هو من ايقاف تي ارو واحد. ست. اي دابيو اي كيو. ست مين بيعمل لك ست? ام زيرو تلاتة. يس. اي دابيو. خلاص? انا قال لي هنا خمس دقائية. يبقى خمس دقائية الاول اضرابهم في ستين بتلتمية. فعشرة يبقى تلات تلافي. بقى كده بيو كام كده بيو تلات تلافي. طب الخارج اي كيو هيبقى خارجي اللي هو التاني مرجي الايقاف اللي هو ام زيرو كام ام زيرو اتنين. تمام? وده هي زي ما قلنا مع بعض قيمة التعليمات اللي احنا اتكلمنا عليها بالترتيب اللي احنا قلنا عليه بالتفصيل. يبقى لود اي زيرو زيرو اند اي زيرو واحد اند اي زيرو اتنين اند اي زيرو تلاتة تساوي امي زيرو زيرو. ثم لود امي زيرو زيرو اند اي زيرو اربعة بتساوي كي زيرو زيرو. كده شغلت كمبريسور. بعد كده اخد الخط التاني اللي هو خاص بالمحرك مروحة المباخ. لود امي زيرو زيرو. اد امي زيرو واحد. خلاص. ثم اللوت برضو امي زيرو زيرو. امي زيرو. خلاص. امي زيرو اتنين. والاتنين قرفه فراغ بتسوي الخارج اللي هو خاص بمحرك مروحة المبخر. ثم حملت مرجع التشغيل اللي هو تي ار زيرو. ست 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 اي ويو اي كو. واللي بيعمل لي ست كان كيو زيرو. وستو بيس. اي دابيو كي دابيو الف ومتين. الاي كو امي واحد. ده مرجع التشغيل. ثم بعد كده حملت المفتاح اللي هيبدأ عملية تشغيل مرجع اليقاف. ثم قلت تسوى تلاتة. ثم حملنا مرجع اليقاف اللي هو كان بيعمل اللي هو تلاتة اللي قلنا الخامسة في ستين في عشرة. تمام? والخارج اللي هو كام? وبنفس الطريقة مسلنا الدائرة بتاعتنا اللي موجودة معنا. طيب. ان شاء الله بامر اللي احنا كده نكون. القنا بعض الامثلة على مرجعات التشغيل وتعرفنا على مرجعات الايقاف. ودي من اهم عناصر التحكم او اهم لوحدات القياس اللي بيتم نستخدمها في درورة التحكم الخاصة بمنظومات التبريد والتكييف. ان شاء الله بامر الله. وبدأنا كمان استعرضنا انواعهم ايه? وعرفنا ايه الفرق ما بين زمن الارجاء ومعامل الارجاء اللي موجودة معايا? وخدنا امثلة على مرجعات التشغيل ومرجعات الايقاف. وقلنا أن مرجعات الإيقاف ما هي إلا مرجعات تشغيل سواء الخارجي بتاعها بيكون سالب أو منفي الوقت عدى بينا سريعا وإن شاء الله بأمر الله نستكمل مع بعض دروس مادة التحكم منطق المبرمج في حلقات تلية بأمر الله وشكرا لحضرتكم إن شاء الله عرض قيم لمرجعات التشغيل والإيقاف وتعليمات طريقة كتابة التعليمات والكثير من الأمثلة الحقيقة عن كيفية حساب معاملات المختلفة في الإرجاء والتشغيل بنشكرك أستاذنا الكريم وأستاذ طه خير الله وبنتمنى لكل طلابنا وطالباتنا النجاح والتفوق بإذن الله على وعد بلقاءات قادمة شكرا لكم وإلى لكم شكرا لكم